السلام عليكم اليوم رجعنا لكم مقطع جديد طبعا بسجل المقطع كذا من دون لا مقدمات ولا صوت ولا شي ولا يعني فاك المايك كذا وقاعد اتكلم طبعا اللي هتكلم عنه يا شباب عن التحديث الجديد وش اللي صار وش اللي ما صار وش اللي حطوا وش اللي بيشيلون طبعا التحديث نزل ونزلوه قبلها في البيتا وش اللي صار نزل في البيتا كان كله هيت بوكس حركة جديدة جت علينا الكل استغرب صراحة انا توقعت في البيتا انهم ما يطبقون الركضة حق السروفايفور طبعا بوجهة نظري بشكل عام من الان اعطيكم مقدما التحديث السيء اكيد واي احد محب للعبة يشوف ان التعديث سيء نزل في البيتا كان فيها اخطاء كثيرة مرة يعني ما ادري كيف قال يلا نزل التحديث والعب وبعد ما ينزل قال اه في اخطاء تذكرنا فيها اخطاء لا اشيلوها طبعا للي مو عارف ان اللعبة صرحت قبل يوم في تويتر وقالوا انه رح يرجعوا استنادا للتعليقات حق اللعبة انهم رح يرجعوا يحلوا مسألة الهيت بوكس وحركة السروفايفور بس ما قالوا مية بالمية انهم رح يشيلوا حركة السروفايفور دي بس قالوا رح يصلحونها انا لعبت تقريبا في التحديث هذا نزل صراحة لعبت يعني اكثر من جيم صراحة يعني اكثر لعبة اللي ألعبها هيدت باي دي لايت انا ماني زعلان ولا اني مستغرب من التحديث تعرفون ليش لاني ألعب اللعبة تقريبا ما يقارب اربع سنين اذكر اول ما بديت ولعبت اللعبة يام لعبت وبعدها نزل كيلر الدكتور والعبها من ذاك اليوم يا مالوبات كانت قوية وانشالت ويام 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 حاجات شالوها وحطوها ومباقي لحد الان صامل ولا باللعبة لانه اشوف للامانة اللعبة قاعدة تتحسن لما احنا كعرب نجي نتكلم لا يا مطورين جيبوا شيلوا حطوا ولا داروا عننا من الاخر لا تتعبون فوسكم ولا تشغلون ولا تسوون شيء هم يستمعون بس للأوروبيين او القرى الامريكية فا احلى شيء احنا كعرب هنا الان بتذكرون يوم كنا قلنا نبغى سير فرات نبغى سووا جيبوا لنا داروا عنا اكيد لا قاعدين نصيح على انفسنا فقط فا اللي حاب اقوله والشي الحلو الحلو انه قالوا انه بيعيدون النظر وفيه مابات فيها كمية مشاكل طبعا المابات هذه زي مابات اتوهافن واسائلم لما تدخلوا القيم ما يطلع لك الماب ووقفوا المابات تخيلوا انه انت بتحط هذا الماب تبغى تلعب فيه ما في ما يجيك او في اللعبة مثلا انت تبحث ما يجيك هذا الماب لانهم عارفوا قاعدين يعرفوا اخطاهم طيب ليش ما تعرفهم من اول انا ذحين قاعد اتطرق لمشاكلهم هذي شي طبيعي انهم هما مشاكل مشاكل لكن وش اللي عجبك في التحديث وش اللي ما عجبك في التحديث انا اشوف الشي العائق والاكبر في التحديث هو الهت بوكس هذا هو الشي اللي لفت انتباهي بشكل كبير ولفت كثيرين هو الهت بوكس لما تجي على حركة السورفايبر في ناس يقولوا لا حركة السورفايبر صارت بطيئة لا انا اكون بالنسبة عني انا اشوف وقفة السورفايبر الجديدة حلوة بالنسبة عني لكن الركض بيقدر تقول يا يالله مبلوع بشكل هم بيخلوه بشكل حقيقي يعني يركض السورفايبر يالله احنا تقول مبلوع تماشي لكن صراحة ركضت السورفايبر وهو انجر صراحة يرثى لها للامانة فا لما تيجي مقارنة انا شوف فالركض يعني لا بأس فيه مو بزي الهت بوكس الهت بوكس مرة يعني دمر اللعبة أما تقول على ركض السورفافور تقول ياخ بيمشي بالنسبة عني لكن عاطني بيك زي الناس أعلى قال شي انه ما يجين هت بوكس فاللي حاصل انه مقارنة في الركضة اللي أول والركضة الجديدة أكيد أنا أفضل للركضة الأولى لأن الركضة هذه فيها بطء لكن أنا صرت متقبل للعبة ديت باي دي لايت ومتقبل للتغييرات اللي يسوونها زي ما قلت لكم تقريبا أنا لعبة اللعبة داخل أربعة سنوات وشوي فمتقبل للتغييرات واللي حصلت ياما من زمان أعرفهم أي تحديث ينزل فيها خطأ ما في ولا تحديث إلا أعتقد أكون صادق معاكم أعتقد من الأربعة السنوات هذه تحديث واحد بس نزل وما فيها خطأ واحد بس أما باقي التحديثات تنزل وفيها خطأ ياما فلاش ياما وكانت تتبلك فيه من الفضاء وياما 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 لكن بيرجعوا يحلوها لكن أحسن وإنهم يرجعوا يحلوا المشكلة فاللي ساعدنا لو فرضنا إن المشكلة هذه عجبة الأجانب وإنه إحنا كعرب ما عجبتنا صدقوني بتأكلوها لأن إحنا العرب ما دروا عنا أصلا فكثيرين من اليوتيوبرات الأجانب أكلوهم أكل سفلوا فيهم ما خلوا فيهم حي ما ما خلوا فيهم شي فاستمعوا للأجانب أكيد عندهم استمعوا لهم على طول وقالوا بيحلونا المشكلة فعد ننتظر الحين أنا أتوقع للأمانة بيسكوها سبوع ونص إلى سبوعين هذي يخذوها مني على بال ما إحنا ما مو متأكدين لحد الآن مية بالمية أنا أقول لكم مية بالمية إنه بيشيلوا الهوتبوكس أحتي رجع اللعبة حلوة لكن مية بالمية إنه حركة السورفايبر أنا ما أجزم لكم إنه ممكن تنشاء أنا أفضل إنها تنشاء للأمانة ترجع الحركة الأولى لكن أنا بالنسبة عني إذا لو فرضنا الراحة الهيتبوكس وبس بقية الحركة نفس ما هي الجديد هذه ما عند أي مشكلة همشي شي للي الهيتبوكس شي للي الأخطاء فذبقت الحركة زي ما هي يعني هي للأمانة مهي حلوة لكن بنمشي بتقدر تلعب فيها أشخاص قالوا إنه حركة السورفايبر صارت بطيئة حركة السورفايبر ما صارت بطيئة هو اللي صار إنت تشوفه إنه من الهيتبوكس الكيلر تحسه سريع والسورفايبر تحسه ماسك في الأرض هي ما هي من الركضة ترى لما إنتوا تلاحظون أنا لعبت أكثر من كذا جيم لعبت هذه الفترة أكثر من جيم لما تلاحظوا إنتوا أكثر من كذا جيم لعبتهم في كم جيم صراحة لعبتهم ما كان فيه هيتبوكس أكسم بالله إني جرجرت الكيلر فيها والركضة هذه المعوقة لكن ما كان فيه هيتبوكس فالمشكلة ثان المشكلة في الهيتبوكس أما ركضة السورفافر هي أنيميشن كركضة فقط أما ما لها دخل بالسرعة السرعة نفس اللوب نفس الجنقل بتاخذه اللوبات اللي فيه نفس اللوبات تأخذها مثلا ما أبو لفتين بترجع تأخذها أبو لفتين واللي أبو ثلاث أبو ثلاث نفسها ما تغير شيء اللي أنتوا فعلا فيه جيم أنا أحس السورفافر يمشي بسرعة فيه جيم ثاني هذا اللي بيلعب اللعبة صح وهي يعرف يحس الفرق فيها فيه جيم ثاني يكون الكيلر بينغو حلو بتحس السورفافر معك سريع ما هو ماسك في العرض هي ركوف ما عليك من حركة الأنيميشن ما عليك منها تخيل أنه أنت كذا تلوي فقط لما ما فيه هيت بوكس بترجع تلوي كويس فأنا بوجهة نظري أشوف أنه بشكل عام أنه فيه الأغلبية والكثيرين ما أعجبون التحديث حتى أجانب فعد بهيفير هذا كذا نزل لك مطورين وقال لك يلا هذا هنا تحديث بينزل بعد شهر ضبطوا لنا وأقترحوا علينا يلا طيب طبعا يكلم مطورين وأنا بذب عليهم ما عليش أذب بناي ما بس وش أسوي ننسوه لي فقط يعني صراحة أنا فاصل شوي كذا وبناي فجاك المطورين وشغالين أقترحوا له كذا أربعة تحديثات قالوا بهيفير قال ها قالوا تعال جاك ها ويش فيه قالوا هذي أربعة تحديثات ويلا ويش تختار منها قال لهم وين ألعن تحديث قال لهم قالوا له ألعن تحديث هذا الأخير قال خلاص ركبوه لهم هذا تفكير وأنا أدري فالخلاصة أنه ياما نزلوا تحديثات من زمان كنت لعب نزلوا تحديثات ينزلون تحديث تعرفون إيش يسوي أقسم بالله كذا على طول إذا نزلت تحديث أترك اللعب أسبوع أسبوعين يوم أسمع أنهم نزلوا تصلاحات أرجع ألعب اللعب على طول كذا تركتها أيام كان السورفايفور كان إذا طاح على الأرض كان يشيلوا الكيلر كان يقود خمس ثواني على بال أنت تفلشوا كسورفايفور وبعدها كان ما في أي جيم ألعب ولو يدي فلاش بعدها شالوا الحركة صار السرع صار الكيلر إذا طاحك على الأرض وشيلك بسرعة شيلك في ثانيتين ونص لازم تفلش في الثانيتين ونص هذي فاللي صار أنه تركت اللعبة ما يقارب تقريبا شهر بعدها رجعت لعبتها ففيه جزئية لازم أنا أشوفها للأمانة صح للأمانة بشكل منصف في حاجات ترى يسووها صح زي أفضل فترات لعبة Dead by Delight كانت عام 2018 سنة 2018 كانت لعبة Dead by Delight حلوة كان فيه روين كان فيه وفيه فكروا بعد فترة قالوا نبغى نجيب ناس جديدين في اللعبة شيل الروين رغم أن الروين ما كان معارضينه فمعليش أنه أنا تكلمت الحين في أمور خارجية عن التحديث هذا بالذات الأخير لأنه بحاول أسولف معكم على بل أنتوا قاعدين تشوفون الجيم بلاي هذي اللاعبهم تقريبا أمس واليوم فرغم البقات قاعد ألعب وميخذ الوضع وناسه للعمانة والله ميخذ الوضع عادي لأنني عارف أنهم بيحلون المشاكل لو جيت مثلا بروح ألعبي لعبة ثانية أنا ما ألعب إلا غير ديت نادرا نلعب ألعاب ثانية خفيفة ما ألعب ألعاب كثيرة فصرت عارف وش بيسوون وفيها فكار حنا عندنا المتابعين واللي بنلعب اللعبة بس إحنا قاعدين نصيح والنوح طرح إحنا هنا يا العرب ولا داروا أنا من الآخر لو مثلا فيه شي حصل في اللعبة لا يجي أحد قال آه ترى لازم تسوون ولازم تحطون لازم لا تتحب نفسك من الآخر هم بيسمعون لجماعتهم وكفى آه بهيفيور ها وش نسوي قال سووا أزف التحديث ركبوه ما في كلام لكن بشكل عام حبيت أني أتكلم لأنه في كثيرين قالوا يبغون وجهة نظري بتخيلوا أنه يوم نزل التحديث كثيرين تذمروا ومنها كثيرين يوتيوبرات تكلموا عن بشكل عام فيه أكثر من يوتيوبر تكلموا وأكثريتهم ركزوا على الهيت بوكس بشكل عام لأنه شي فضيع في واحد بنغو ثلاثين يقول أنا أنضرب من بعيد في شي طبيعي يعني أنه إحنا بنضرب من بعيد دعم هذا بنغو ثلاثين وينضرب من بعيد آدي يعني هذه المشكلة من اللعبة نحنا عارفين هذا الشي طبعاً رحت كذا طبيت على التويتش قلت لازم أشوف الاستريمارات وش ردت في علهم جاي كذا تخيلوا أن رحت على التويتش يعني بالعادة تخيلوا اللي يبثون مية وستين ميتين يبثون عن ديد بالدي لايت ويلعبون كثيرين طبعاً استريمارات جيت كذاك اليوم كذا بالليل أنا بالليل دائماً أطب في ذاك الوقت أحصل ما أقل شيء أقل شيء مية وفوق اللي يبثون عن ديد بايدة والله كذا جيت طبيت وفكيت أبشوف اللي يبثون توقعون كم لقيت واحد يبث لقيت ثلاثين واحد يبث هذولي صاملين ما أدري بش وضعوا فالخبر المفرح والممتع إنه واللي ساعدنا إنه قلت لكم إحنا عرب مادروا عنا لكن اللي ساعدنا إنه الأجانب هما بنفسهم ما عجبهم التحديث لا المشية ولا شكل السورفايفور فوق أنا للأمانة شكل السورفايفور فوق ما عجبني كله التحديث أنا ما عجبني لكن لو أهم شيء شيل للهيت بوكس هذا بالنسبة عني أهم شيء هو الهيت بوكس إنك تشيله وتفكيني منه فقط وبرضو التحديث بشكل عام زك لأني لو لو تنزل صورة السورفايفور تحت ترجعهم زي أول يحلي لهم ترى لما يلحق الكيلر أنت الوبزيشن عليك لما يلحق الكيلر بيهز الوبزيشن هو صح بيهز فوق نفس الشيء لكن أنت لما يكون تحت بيهز الوبزيشن بيلاحظوا بشكل سريع السورفايفور الراندوم آه الكيلر قاعد يلاحق خويا هذا الوبزيشن خلص خليني بدل ما أزبن هذا النوب خليني أفعل جيني هذا التفكير بيكون لكن لما فوق بيهز ما هو مبين بشكل واضح فعادي بتقبل التغييرات صرت متقبل التغييرات اللي تنزل من تحديث بيشيلوا من تحديث متقبل أنا أي تحديث بينزل أي تحديث بيتغير بيشيل للأمانة كنت ألعب أول يعني كام مرة لو تعرفوه أيام لعبت يا شيخ كام في الماب ما يقارب 27 بلت تخيلوا معنى الكلمة تمشي وترمي بس كنا على أيامها أيام بدينا ما كنا ذاك الزوت في اللوب وما كانت اللعبة وكان اللي فيها كلهم مرة كانوا لويبة كانوها لك عليهم لكن الحين اتطورت اللعبة صاروا الناس يجي بيبغي يلعب اللعبة أكيد فك لك يوتيوب شاف لك كذا كان مقطع على طول تعلم بسرعة شاف لوبات يعني سلسة على طول دخل القيم ونطبق نفس اللي شافه في اليوتيوب وسلكته أموره شي طبيعي فمع التحديثات وضعفوا اللوبات وا 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 كثيرين أعرفهم من أخويات تركوا اللعبة كلهم تركوا اللعبة مع دانا اللي صامل صامل لإني لعبت ألعاب ثانية كثيرة ما في ولا لعبة عجبتني فعادي أنا راح أتقبل التحديث من ركض من وا 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 أكيد لما تكون أنا هل الأمور ذا حين أنا في هدي ما هي في هدي في هدي المطوري في هد بهيفير هذا الله ما عليش على الفصلة هذا نقول لكم إنه الوضع عندي عادي شوي فصلت الزبدة استمتعت معاكم للأمانة يشهد علي ربي إني فتحت المايك وقاعد أتكلم والله العظيم إني كنت من ستحب أنا كذا طقت في راسي وقلت خلاص بفك المايك وبتكلم أنا التحديث من دون أي مقدمات من دون أي سرج فراسي إني أقدمه ولا شيء كذا فكت المايك وقاعد أتكلم كأن شخص قدامي وأنا قاعد أتكلم لا ترتيب ولا شيء الزبدة شكرا لكم على الاستماع وإن شاء الله أني وفقت في السرج والطرح شكرا لكم ولا تنسون نشر المقطع ودعمونا باللايك وشكرا لكم يا حلم وكادر السلام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة